لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده صلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى أي بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين يقول وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم نوله ما تولى أي نتركه ومختاره لنفسه ونخذله فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وكما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون هؤلاء الذين يخرجون على المسلمين مخالفين عقائدهم مخالفين عقائدهم وأعمالهم وطريقتهم هؤلاء الذين يخرقون إجماع الأمة يستدل عليهم بهذه الآية ويحذرون بمثلها وهي التي استدل بها الإمام الشافعي ورحمه الله حينما سئل عن دليل الإجماع من القرآن فبات ليله ساهرا متفكرا حتى أرشده الله عز وجل إلى هذه الآية ومن يشاقق الرسول المشاق أن يكون هو في شق وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في شق أخر وفي جهة أخرى وهذه الطريقة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في فهم الدين العقيدة التي عليها المسلمون عقيدة أهل السنة والجماعة مذهب السلف في فهم الدين هذا لا يجوز لأحد أن يخالفه ولا أن يخرج عليه ما أجمع عليه المسلمون ولذلك لا تتعجب حينما تسمع في أيامنا بعض الدعوات الكفرية التي يرددها أهل النفاق والعياذ بالله تعالى ليست فقط مخالفة لما أجمع عليه المسلمون بل مخالفة لصريح القرآن ومخالفة لصريح السنة كالدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وغير ذلك من الدعوات المضللة عياذا بالله تعالى فهؤلاء وأمثالهم تتلى عليهم هذه الآية إن كان بقي لديهم شيء من الفه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى إذن المشاقة ليست عن جهل وإنما تبين له الهدى ولا حول لقاتل بالله لكنه تركه واتبع غير سبيل المؤمنين هذا عقوبته نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يقول ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه بل يتداركه بلطفه ويمتن عليه بحفظه أو يمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء كما قال تعالى أن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء وكذلك كل مخلص كما يدل عليه عموم التعليل يعني عللت الآية بأنه من عباد الله المخلصين وفي القراءة الأخرى المخلصين وهذا يستطيع كل مسلم أن يصل إليه إخلاص العمل لله عز وجل يقول وقوله ونصله جهنم أي نعذبه فيها عذابا عظيما وساءت مصيرا أي مرجعا له ومآله وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا وكبرا فمنهما يخلد في النار أو يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان ومنهما هو دون ذلك فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به يعني إن كان هذا المشاقق للرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع في الشرك وعلى آذب الله فهذا ذنب لا يغفر لا يغفره الله عز وجل وإن كان ما دون ذلك فهو في مشئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له يقول وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدحة في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه لاعتبارات فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء بل ليس له إلا العدم عدم الوجود عدم الكمال عدم الغنى الفقر من جميع الوجوه إذن كيف يعبد هذا المخلوق وكيف تصرف له العبادة ولذلك قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من أشرك وآتى الله عز وجل مشركا فهذا مخلت في جهنم عياذا بالله ولذلك أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك ويجب على المسلم أن يتعرف عليه حتى لا يقع في شيء منه لأنه الذنب الذي لا يغفر أما سائر الذنوب التي دون الشرك فهي تحت المشيئة يقول وأما ما دون الشرك من الذنوب المعاصي فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفره برحمته وحكمته وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته يقول وقد استدل بهذه الآية الكريمة أو استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة يعني إذا أجمع المسلمون على أمر من أمور الدين هذا الإجماع هو مستند في الحقيقة على آيات من القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإجمعهم حجة وأنها معصومة من الخطأ يعني لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا ووجه ذلك أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد نعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ويدل على ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ووجه الدلالة منها أن الله أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا شيء بعد المعروف غير المنكر وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكونوا إلا منكرا كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس فأخبر أن هذه الأمة جعلها الله وسطة أي عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي في كل شيء إذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها ومثله قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة ولا يكون مخالفا فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطعة أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة لذلك نقول يحذر مخالفة إجماع المسلمين إذا أجمعوا على أمر من أمور الدين أو اتفقوا عليه فإننا مأمورون أن نتبع سبيلهم وأن لا نخرج عليه الحذر من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة هدية قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين